وما أزال على عهد الوفاء وإن طال البعاد وما أغنى عن الوطن محمود سامي البورد هكذا وصف البورد حبه لمصر حين كان بعيدا عنها ورغم شهرته كشاعر كبير إلا أن البعض لا يعرف أنه تولى العديد من المناصب الرفيعة فقد كان محافظا للشرقية والقاهرة ثم صار وزيرا للحربية ورئيسا لوزراء مصر ولد محمود سامي البورد في أكتوبر عام الف وثمانمائة وتسعة وثلاثين وتعلم في مدرسة المبتديان ثم التحق بالمدرسة الحربية وظل بها حتى حصل على رتبة باشجويش لكنه لم يستطع استكمال دراساته العليا والتحق بالجيش السلطاني ومنذ صغره أحب الشعر وتعلق بكبار الشعراء العرب المتنبي وأبو تمام والبحتري وعندما اكتمل نموه الثقافي استطاع أن يؤسس مدرسة شعرية باسم البعث والإحياء في الشعر العربي ليصير رب السيف والقلب اختار البورد أن ينحزل الشعب المصري وأن يكون واحدا من قادة الثورات العربية لذلك عندما انكسرت الثورة تم نثل إلى سيريلانكا وظل بها سبعة عشر عاما يعاني الوحدة والمرضى والغربة عن وطنه وهناك تفرغ للشعر وكتب أجمل قصائده وتعلم اللغة الإنجليزية وعلم أهل الجزيرة التي نفي بها اللغة العربية وفي عام 1899 عاد إلى مصر وقد ساءت صحته وضعف بصره وفي عام 1904 رحل البارود وهو يقول وطول شوقي إليك يا وطن